أرسلت إلى الإمام الشافعي الحبر القرشي العالم العلامة الفقيه المحقق الأصولي رحمه الله تعالى جاءت إليه ورقة من الصعيد يسأله سائل عن معنى قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فماذا قال رحمه الله قال لما حجب أعداءه وصاخط عليهم دل ذلك على أن أحبابه أو أولياءه يرونه ووراض عنهم الشاهد أنه استدل بأذي الآية وهي حقيقة على رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة استدلالا عظيما نافعا وذلك لأن الآية تفيد أنه حجب الكافرين فلما حجب سبحانه وتعالى الكافرين عن رؤيته دل ذلك على أن المؤمنين يرونه وإلا لكان أعداء الله وأحبابه أو أولياءه على درجة واحدة والفرق بينهما كما تعلمون ثم استدلنا الأشعري رحمه الله تعالى ببعض الأحاديث الواردة وهي صحيحة وأنا ذكرت لكم في اللقاء الماضي أن أحاديث الرؤية متواترة وأن الدار قطني رحمه الله صحح كثيرا منها والحافظ ابن حجر رحمه الله قال بأن أغلبها جياد قوية هذا من القرآن الكريم ومن السنة النبوية ونحن معشر أهل الإيمان ندين لله عز وجل بأن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة وأن هذا لا يستحيل عليه سبحانه بل هو جائز في حقه بل إن أعلى نعيم درجات أهل الجنة هو رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة ونبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته يعني لا تتزاحمون عليه والحديث يدل على أن الرؤية تقع بأعيني أو بعيني الإنسان ثم أعدت في اللقاء الماضي بعد أن بينت سابقا أن أهل السنة والجماعة يدينون لله عز وجل بالآيات الواردة في الرؤية وبالأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بل إن أهل الجنة يرون أن أفضل نعيم ينعم الله به عبادة هو رؤيته سبحانه وتعالى جل فيه